لا وقت لكم شعار العالم المتمدن المرفوع في وجه أهالي حلب فيما تصب عصابات الأسد ومجرمي الحرب الروس حمام كراهيتهم على رؤوس المدنيين هناك تخرج المستشفيات عن الخدمة وتقصف حواضن الأطفال وتهرس الأجساد تحت ركام المباني بينما يقف الناجون من المذبحة بانتظار الغارة التالية قصف عنيف تتعرض له مدينة حلب وخاصة المشافي الحيوية في مدينة حلب الآن قصف على مشفى ميم اثنين قصف مدفعي وجوي في محيط المشفى بالإضافة إلى استهداف مباشر إلى جناح استشفاء المرضى وجناح العنائي المشدد في حلب لا وقت لشيء سوى انتظار الموت منذ اتخذت قوات الإجرام الروسية الأسدية قرارها بإبادة المدينة تتدفق صور مرعبة من قلب حلب لمجازر لا يمكن أن يتخيلها بشر بينما تعجز الفرق المدنية هناك عن فعل أي شيء نستنكر هذه الهجمة الشرسة من قبل النظام السوري والروسي ونناشد العالم أجمع أن يتدخل من أجل وقف هذه المجازر في حلب وعناصر الدفاع المدني الموجودة في حلب لا تكفي بحجم هذه الكارثة لأنها كارثة لا تستطيع أن تتخيلها تزداد مساحة المناطق المنكوبة لتتجاوز العشرة أحياء والتي ما عاد فيها مكان لتؤوي جريحا دون أن يتحرك العالم لإيقاف الإبادة ضد الأحياء التي يقطنها أكثر من ثلاثمائة ألف إنسان مهددين بالموت قصفا وحرقا وجوعا وقهرا في مذبحة ما زالت حتى اللحظة تقلق الأمم المتحدة دون أن تدعوها لفعل شيء حقيقي ينقذ البقية من غطرست مجرمي هذا العصر هي عندي كراكاب جوعا بنتكوالي 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 بنتكوالي